ايش الطقوس اللي تحصل مع ابو فهد أثناء كتابة الشعر ايش أين الأماكن اللي تحب تجلس فيها هل في مكان معين في نوع أحد يقول لك أنا ركبت السيارة وسافرت ما أصر الدين اللي أنا وصلها لأني قد كتبت لي قصيدة قصيرة ظهر بمانع منهم بمانع طقوسة غريبة في كتابة الشعر لكن أنا بعرف الطقوس اللي عندك أنت يعني ايش المكان اللي أنت تروح تعناله علشان تكتب قصيدة معينة يوم ما عندي مكان معين أنا أكتب في السيارة أكتب فيه أنا ممكن شيء مميز عندي الإزعاج أكتب في الإزعاج يعني يكون فيه محيط مزعج أقدر أكتب هو اللي فادك في شعر مليون صح؟ لا ما لا علاقة بس فيه أيضا ماكن أخرى مثلا عادية ممكن جالس كده نسولف وطرت لي فكرة وكملتها بعد سنة بس ما عندي طقوس واضحة بعضهم يقول لها لازم أروح البر عشان أكتب وهذا عليه طبعا علامة استفاهم كبيرة طيب أبو فحد احنا بما أنك فيه طلب دائما الناس يطلبونه منك في القصائد احنا بنا طلب أقرب قصيدة لقلبك ويا ليت تقول لقصتها قبل ما تقول قصيدة لها قصة غريبة وكتبتها طبعا أكيد أنها بتكون هي القصيدة اللي قريبة لقلبك أنا والله ما عندي قصيدة لها قصة أغلب قصائدي من وعنها خيالية يا أنها من مواقف مو لازم أن أكون عايشها بن جدلان الله يرحمه اسألوا سؤال قالوا لها أنت ما ترد على الشعراء ليسووا مراسلاتي ليرسل لي قصيدة ورسل لي قصيدة قال والله ابن حلال أنا عجزت في هاشهار يرسل لي قصيدة يقول حبيبتي حدوني علىها بالشلفة وحبيبتي حدوني قال يا أخي حبيبتك رحل الحكومة يجيبونها لك يقول رسلوني بالواقع تكلموا بالواقع هذا الكلام دائما أنك تقول الآن كلها من ناس الخيال فهي بعيدة عن الواقع تماما لا أنا أقصد أنهم بعيدة عن شيء حصلي شخصيا يعني مثلا ممكن أن أسمع قصيدة وجدانية أو فرق أبو فهد ما حصل لك في حياتك حزن فرح موقف مؤثر بس أنني من النادر أن أترجمها بقصيدة يمكن الله يرحم الموات المسلمين يمتوفى والدي أن أكتبت قصيدة فيه في الوفاة بس أنني ما هذا الموقع أو الموقف اللي أذكره يعني عشان أكون في مستوى سؤالك بس ممكن أقول لك قصيدة لها علاقة بشي أنا أحبه ممتاز ودائما يقولوا ليش يلقبونك شاعر فضائي شاعر فضائي اتفضلوا عند أبو مزفر الله عند أبو رعاني يو الله أخلي أعدي تعليق قبرا قصيدة لا أسمع لها تعليق قبرا قصيدة طيب أنت قلت يا عدنان معلش أنا أنا أعتبرني اليوم أتناويل اليوم بجد الرادار اليوم أعتبرني اليوم الرادار أنا اليوم ساحل بس يصور الله يفكر ويجي في أخذ مخالفتك ويقدم لك مخالفة راح يبو من أحد الشعراء لأنت قلت أنهم تعتبرهم قدوة من أحد الشعراء قلت ناصر الفراعنة حلو الآن قلت أنت أن الطقوس اللي تقول في بعض الشعراء هي مارس طقوس خاصة تضع أمامه علامة استفهام بعد بلها الكبر أنت تسويتها الله علي يعني ما قلت هالكبر الله علي صوت بها الكبر واستفهامها بهذا الكبر أحجم ناصر الفراعنة بدما نتكون لها قدوة لك ناصر فراعنة في أحد لقاءاته يقول أني أنزل لي وادي اسمه وادي عبقر وادي عبقر معروف بالجن صح الله يعني هو لها الطقوس لا لا صح لك هو ما قال كذا شكرا هو لم يقل هكذا هو قول لك أنه الشعراء اللي يعني يرمون دائم أنه عندهم قرين شعري وعنده مدري إيش يرمي السبب أنه لها علاقة بوادي عبقر وادي عبقر لها قصص معروفة عند العرب نزل هو وادي عبقر لا هو نزل بس أنه ما يكتب له هناك الأم هو بصحيح ويكتب في أي مكان لا بس من ناحة الطقوس لا 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 أجب لي اللقاء هذا أنا اللي أقرب عليك للدار الحين لا هو ما قالها بمعنى بالصيابة هذه لكن شوف ناصر الفرعن أنا قلت لك الأربع أنا لا أعتبرهم مو قضية قدوة هم أنا متأثر في شعرهم كلمة قدوة يختلف المعنى تماما لكني أنا متأثر في شعرهم ناصر الفرعنة بالذات أنا متأثر أنه يقحم الثقافة في الشعر وهذا جميل جدا أنا أسحب ناصر أسحب مخارفة هذه أحكي تساهر هذه المسيف الخير أخوي ناصر الفرعنة من هذا المملك تساهر فارس شاعر كبير ويمتاز بشاعريته وبثقافته ولا حنا نجينا نقيم من الشعراء المثقفية جدا أنا إذا تابعت لقاءاته حقيقة أنا استمتع بثقافته العلمية أكثر من شعره نعم مثقف جدا فما ينطق سواء القصيدة إذا قالها عرفنا في محلها في مكانها من جميع الجهات ترى هذا ينقص لا من اللغة ولا من المعنى ولا من الشعرية ينقص الشعراء ولا من الجن الجن هذا كله ترى كله هذا مو صحيح لا تدقيق ذي أنا أقول لك يا خذت الصريح من عندي اللي يقول لك عنده شاعر في معهجن يا حلا سواليف أنا لا مو بسواليف أنا أقدر أردلك الموضوع أخري فيه إيش أخري فيه إيش هذا عنده بلدي خلا راح راح من عندك أنت عندك جنية جنية أو أخري فيه إيش أنا أقدر أثبت لما عندك شي شلوان بالله أثبت بكل هدوء الجنية يعني تفكير البشر أقوله إيه هذا عنده جنية يعني يسرد لها القصيد سرد صح أو لا حلو أعطني بيت شعر الآن ينتهي قافيته بألف طا يلا جيب أخري فيه إيش أخري فيه إيش آخر الشطر الثاني ألف طا يا أخي خلش مقيل 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 أبو مانع أبو بعد سمعنا يا حبيبي